نقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة القائم بأعمال المحافظ الوكيل علي الكندي مختلف المستجدات الأمنية بالمحافظة وأشهدت اللجنة بالنجاحات المحققة على صعيد محاربة جرائم المخدرات وضبط العديد من الشبكات والأفراد المتورطين فيها وأكدت أمنية شبوة على ضرورة حجد جهود أجهزتها الأمنية والعسكرية من أجل تنفيذ خطتها الأمنية الجديدة